دلوقتي احنا في رمضان النوم بتاعنا بيتلغبط طبعا بصراحة تحديدا عشان نبقى احنا صحيين عشان نصلي الفجر وبعد الفجر نقرأ شوية قرآن فبتسحب معنا الخمسة ايه يجي بتأثر على البشرة وعلى الشعر بالزبط كده اللي اتنين بالزبط السهر حيجيب شحوب في البشرة وفي نفس الوقت لشعري ممكن يقع يجيب له سقوط وجفاف لان انت العملية مش بتتم صح وانت نايم التغزية السليمة او التغزية بتبقي انتي وانتي نايمة طبعا لازم عدد النوم كافي 8 ساعات كل حاجة بتحصل بقى وانتي نايمة انتي لو انتي عدد ساعات نومك ده اقل اول حاجة حيجيلك شحوب في بشرة الجامل جدا وشعرك حيجف قوي فمهم جدا جدا النوم زي ما حضرتك قلت طيب انا كنت بسمع انه النوم من مثلا 8-9 بالليل ده مهم لحد الصبح اوكي 10 بالليل اه في المدن ده ما بيحصرش بالضبط كده فانتي الوقتي بتقولي انه من ساعة 8 نايمة عدد 8 ساعات ايا كان ايا كان متكاملين 8 ساعات متصلة مش منفصلة دي مهمة جدا للبشرة والشعر واللي بتنمع أقل من كده لا طبعا هتلاح هتلاح تاخد بالها تحت عينيها هيبقى فيه هيحلق طبعا هيبقى فيه دارك سيركل شوية هتلاقي شعرها جف مش كويس خالص فهي هتلاحظ كل ده كمان في حاجة مهمة قوي ناس اللي مش بتحب حمام الزيت والوصفات الطبعية مع ان الوصفات الطبعية بتبقى حلوة جدا في رمضان حيلا وقت حمام الكريم للشعر يكون وقت ما هي صايمة يعني تحاول قبل الفطار بساعتين تلاتة يبقى فيه مثلا حمام كريم لشعرها يبقى يفضل الوقت ده عشان احسن الدورة الدموية في الوقت اللي الجسم فيه جفاف لان انت فترة دي كلها انت بتشربيش ماي فانا عايزة وقت حمام الكريم ده او حمام الزيت يكون قبل الفطار بساعتين دي حاجة مهمة جدنا للشعر ترجمة نانسي قنقر